الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته الإصلاحية يا لها من مدينة جميلة تمثل رمزاً وطنياً بارزاً في تاريخ وطني معك حق فمدينة الدرعية من أبرز الملامح الحضارية لدولتنا وقد كانت فيما مضى عاصمة الدولة السعودية الأولى حقاً إنها معلومات مفيدة اعلم أيضاً أن هذه المدينة ارتبط ذكرها بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فهو صاحب أول دعوة إصلاحية في العصر الحديث تدعو الناس إلى العودة إلى أصول الإسلام الصحيح وقد توفي بها الشيخ عام 126 هجرية أعتقد أن دعوة كهذه تحتاج إلى أن يتميز الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالشجاعة والمثابرة على مجابهة الصعاب والصمود أمامها بالتأكيد كما تمتع الشيخ بعدة شمائل أخرى مكنته من النجاح في دعوته فقد كان الشيخ صبوراً وحليماً لا يغضب إلا عند انتهاك حدود الله كما كان يبذل الجهد والمال في سبيل نجاح الدعوة الإصلاحية التي بدأها لقد أخبرنا المعلم أن نشأة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أثرت عليه بشكل كبير وجعلته محباً للعلم والدين الإسلامي نعم فقد ولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عام 1115 هجرية في بلدة العيينة قرب مدينة الرياض ونشأ في بيت علم ودين فلم يكد يبلغ العاشرة من عمره حتى أتم حفظ القرآن الكريم وخلال رحلاته العديدة طلباً للعلم سافر الشيخ إلى مكة والمدينة المنورة وتعلم على أياد علاماء عظام أمثال الشيخ عبد الله بن سيف والشيخ محمد بن حياة السندي ثم عاد إلى العيينة وتوجه منها إلى البصرة للاستزادة من علوم الحديث والفقه والنحو وبعد ذلك عاد إلى بلدة حريم لاء حيث انتقلت أسرته إليها ولما عاد إلى حريم لاء تحديداً أملاً في نجاح دعوته الإصلاحية ولكنها لم تلقى القبول المنتظر فتوجه الشيخ إلى العيينة فلقي قبولاً كبيراً من أميرها واحتضن دعوته في بادي الأمر ولكن تحت ضغط حاكم الأحساء أضطر أمير العيينة إلى التخلي عنه فاتجه الشيخ إلى الدرعية وهل فعل معه أمير الدرعية كما فعل معه أمير الأحساء؟ لا، فقد تعاهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع أمير الدرعية محمد بن سعود على نصرة العقيدة الصحيحة وعرف هذا اللقاء باتفاق الدرعية الذي بدأت على أساسه الدولة السعودية الأولى عام 1157 هجرية وبعد توقيع هذا الاتفاق تحولت الدرعية إلى عاصمة دينية وسياسية مما أدى إلى تحسن أحوالها وعلو شأنها حقاً يا أبي فوطننا زاخر بالتراث والأماكن الشاهدة على عظم حضارتنا هذا صحيح وفي المرة القادمة سأخذك لمكان جديد لتتعرف أكثر وأكثر شكراً لك يا أبي والآن عليك تلخص ما تعلمناه اليوم خلاصة ما تعلمناه اليوم أولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بلدة العيينة عام 1115 من الهجرة قام برحلات عديدة لطلب العلم شملت مكة المكرمة والمدينة المنورة والعيينة والبصرة وحري ملاء عقد مع أمير الدرعية اتفاق الدرعية والذي بدأت على أساسه الدولة السعودية الأولى عام 1157 من الهجرة الصفات والشمائل الصفات والشمائل الشجاعة والمثابرة على مجابهة الصعاب والصمود أمامها الصبر والحلم وعدم الغضب إلا عند انتهاك حدود الله بذل الجهد والمال في سبيل نجاح الدعوة الإصلاحية التي بدأها توفي عام 1206 من الهجرة في بلدة الدرعية ترجمة نانسي قنقر